قسم ظهر التنظيم الإرهابي في الموصل إضافة إلى ما يمثله من هزيمة عسكرية صارخة سيحدث ارتدادات حدة تنظيمية وفكرية بنيوية في وجود التنظيم في العراق تحديدا امتدادا إلى سوريا حيث يتبقى للتنظيم قوى وازنة وفي أماكن وجوده من مصر إلى المغرب العربي لكن السؤال المثير للالتباسات هو ماذا هي أداعش لما بعد الهزيمة ولسيما أن الثابتة هو تغلغله في الدول العربية والإسلامية فكرا ومجموعات ميدانية إضافة إلى نجاحه في زرع خلايا نائمة في الدول الغربية حيث أثبت فعالية وقدرة على التحرك وتوجيه الضربات المؤلمة يقول هذا السؤال إلى أسئلة أخرى تتعلق بموقف وتصرف الدول والجهات التي أسهمت في ظهور داعش ودعمته سرا وعلانية فهل ستبادر إلى المشاركة في تشييع تظيم الدولة والتخلي عنه كمشروع أم ستعيد صياغة علاقتها به وفق استراتيجية جديدة لخدمة مصالحها منطق ظهور داعش وما أحط به من تقاطعات ومصالح إقليمية ودولية يقود إلى توقع تحول داعش من مشروع معبر عنه بوجود عسكري وسياسي اقتصادي إلى حالة عابرة للحدود والمناطق ربما تطلق موجات من الإرهاب العشوائي تارة والمنظم تارة أخرى كما حصل في سيناء أخيرا من هجمات دامية ضد الجيش المصري ما يفتح المنطقة على مرحلة جديدة من الحرب مع منتج جديد من كتاب إدارة التوحش الذي مثل السند والمرجعية لعقيدة واستراتيجية داعش منذ لحظات ولادته الأولى